السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رجعنا مع بعضنا ونكملوا الدروس اللي بديناها اللي خاصة بالMicrosoft Word تكلمنا من قبل على التبويبات اللي هي أكوي، انسرسيون، كرياسيون، ميزان باج، ريفيرنس، اتترى. هادو قلنا بليراهم التبويبات او بوابات سيدة انجلي وشاك انجلي كل بوابة لما نضغطوا عليها بياسار الفقرة يطلعنا هنا يا شاريت. الشاريت هادو متكون من مجموعات وقدرناها في الفيديو هاد السابقة. المجموعات هادو تسميتها هنا تكون في الأسفل وعننا الفرق مبين مجموعة ومجموعة هنيا شغل الفصل مبين مجموعة ومجموعة عن طريق خط عمودي اذا هنيا بالنسبة للتبويب أكوي عنا يخرجنا الشاريت شاريت هادو فيه بخيس بابيه، بوليس، بارغراف، ستيل، وهادو للمجموعة الأخيرة اللي فيها البحث وكاين في النسخ على قدمة النسخة تتطور على قدمة يزيدون مجموعات هادوما ويتطوروا. احنا نشوفوا أول حاجة تهمنا في لما نكتبوا بحوث أو نكتبوا رسائل أو مذكرات هنا أول مجموعة اللي نبدو بها هي مجموعة بوليس بوليس في الإعلام الآلي هي عبارة عن الخط أي مجموعة من حروف مكتوبة بشكل معين البوليس هي مكتوبين في بخيسي نجيو للمجموعة اللي نشوفها اليوم هي بوليس وش نلقوا فيها؟ نلقوا أوامر عديدة هنا منين نحركوا الفأرة الأمر معين يخرجنا في أسفل الأمر يخرجنا مستطيل فيه المعلومات على الأمر هداك مثلا هنا نضغط الفأرة هنا بلا ما نضغطه لا على اليسار ولا على اليمين نضغط فقط الفأرة نلقوا عنها ساميك هنا الكتابة تكون ساميكة هنا إيس إيطاليك هو مائل هنا نشوفهم بالوحدة ونتعرفوا عليهم وإن شاء الله كي بدأوا نكتبوه إذا الخط يكون عنا هنا معلومات كافية ونقدو نكتبوه بكل سهولة فقط نفتح قوس نتحدث لكم على نجيه هنا فقط للمجموعة هذه نسحق الأمر هدا فقط الأمر تع قبل ما نبدأ نكتب عندي الورقة أول حاجة نعملها هو نشوف اتجاه الكتابة أو اتجاه الرسالة أو المذكرة سواء كنت سنخدم المذكرة بالعربية إذا اتجاه تأتي من اليمين اليسار وعندي سواء كنت سنخدمها بالفرنسية جيني من اليسار إلى اليمين طبعا وش نعمل هنا مهما يكون الكيرسور نحن نشوف مؤشر من اليسار اليمين ونلاحظوا شيء لما هادو الأمرين يتغيروا مباشرة كين هذا الأمر وهذا يتغيروا معاهم وش معناها يعني كين اختارنا الاتجاه تعال الكتابة أو تعال النص تاعي مباشرة يتجاه معاها كيف نقولوها شغل الكتابة تعالي تكون من اليمين اليسار أو من اليسار اليمين شوفوا معايا هنا رح نكتب مثلا بالعربية أول حاجة نديرها نضغط من اليمين اليسار وشوفوا هنا وش هيتغير نضغط نلقاها مباشرة حتى الكتابة تعالي والاتليم اليسار هذا فقط الشيء اللي نعملوه أول ما ندخل ملف تعويرت وحابة نبدأ نكتب نغير الاتجاه تعال النص ونرجع للمجموعة تعالي تعال بوليس اللي ندرسوها اليوم وش نلقاوه وعندنا الأمر هذا هو الخط يعني نوع الخط وعندنا في الإدارات أو حتى في المذكرات أو البحوط اللي نكتبوها الكائنين خطوط شائعة كما في العربية عندي وعندنا في الفرنسية تايمس نورومون وعندنا في الفرنسية وعندنا في فرنسية نضغط عليه و بالتالي هذا الأمر يعطيني الأنواع الخطوط نرجع الأمر لأمامه هو نشوفه فيه رقم هو هنا الحجم الخط لطايت على بوليس كبيرة صغيرة نضغطه فقط على السهم اللي نازل هنا و نلقى أرقام أعطيها لوفيس الويرد بلوتو هنا نقدر مباشرة هنا نضغط الرقم اللي يحبينه فقط نمسح و نمحي الرقم و نضغط الرقم من عندنا مثلا هنا نضغط الرقم 16 هاني هنا حطيت 16 نجي خارجة هاني هنا 16 و قادر من جهة أخرى نخير فقط 16 اللي هنا يعني سواء نروح هنا أو نكتب الرقم مباشرة هنا نطلع في الحجم الكتابة عندي الأمر اللي أمامه مباشرة أمر اللي أمامه نرجع لأكي أمر اللي أمامه نشوف كتابه عندي حرف A و فوقه نلقى سهم للأعلى هنا و ماذا معناها؟ أغمونتي لطايت على بوليس يعني نزيد في الحجم هنا كل ما نضغط عليه مرة يزيد لي في الحجم نكتبه مثلا نحني نكتبه بسم الله الرحمن الرحيم ها هي هنا رحي تكتبت لي في رقم 16 هنا رحي نزيد لها وش نعمل؟ نحددها أولا كما هدرنا قلنا نجيو نضغطه ثلاث مرات هنا نلقى باللي حددنا الجملة و رحيحين نزيد لها في الحجم هنا كل ما نضغط يزيد الحجم لاحظوا أن نضغطه الحجم يزيد ها حتى نضغط لي كل ما يزيد الحجم هنا يعطينا الرقم في الجهة لأمامها الأمر اللي وراه هنا رحيح نعمل العملية العكسية هي ديمينوية لا تايدو البوليس رحيح ننقص في الحجم ها وهنا نرجع ندخلها هنا هكا نروحوا للأمر اللي قدامه موديفية لكاس هذا خليكي نكتبه بفرنسية نرجع نشوفه نجيو الأمر هادا لقراء هو زيادة في السمك تاع الكلام تاع الخط نضغط عليها لاحظوا الخط هنا سميك ايطاليك هو مائل أنا ما دامني هنا نحدد الكلام تاعي يعني كل ما هو محدد نضغط على فقط على يصار الفأرة على أي أمر ستطبق لي على الجملة تاعي المحددة هاي هنا مائل ولا لمائل نرجع هنا لأمامه هو سوليني مسطر هنا فيها كلام فقط نقوله نضغط عليه يتسطر لي الجملة كاملة تسطر نحيل هذا التهديد ونشوفها مثلا نحب نضغط فراغ ما بين باسمي ما بين باسمي لاحظوا تلاحظوا أنه الفراغ هداك يجيني مسطر تقولوا لي لأنا حابة نسطر بالكلمة هنا نقدروا ونروحوا نروحوا للسهم هذا لأمام اس نضغط عليه نجد أنواع السطر التي نستطر بها في مقبل سطرنا عادي جدا لأننا ضغطنا فقط على الأمر لو ضغطنا على سهم هذا نختار السطر لنحتاجه شوفوا هنا لها تلاحظوا حاجة أنا في مكان هدا محدد تولو محدد ولا شيء لما نعمل له السطر لا تبدل تلاحظوا أنه السطر لا تبدل خطر ما حددت له شانية الجملة عالية سنسطرها كان المؤشر محطوط في مكان فقط نقدر عندي نحدد ونبعد نروح نبدلي شوفوا لاحظوا أنا نبط ويعطيني لابغ سويت على السطر هنا دوب السلينية هنا نقاط نقاط ونقاط أي سطر تكونوا حابينه أنا دوك نرجع لكم حابا نسطر الكلمات ونروح نروح يعني تسطير آخر تخرج لنافذة النافذة هادي هي تا لبوليس هاي هنا بوليس يعني النافذة هادي شي اللي موجود هنا في المجموعة هاهو موجود في النافذة وكين أمور زيدة عليها في النافذة ونروح نروح كلمة مو يعني كلمة نضغط على الكلمة هذه كلمة مو وندير أوك ونلاحظوا أننا هنا يولا تسطير تاعي بالكلمة حتى لو نعمل فراغات يبقى للفراغات هذوك بدون تسطير نرجع فقط كما كنت قبل كلمة 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 نأخذ فقط في الفرنسية مثلا ، سأكتب برمية نقوم برقم واحد ونقوم برقم واحد ونقوم برقم واحد نقوم بفتريكة مختلفة نقوم برقم واحد انا احبتها في الاعلى وش ندير عندي طريقتين سواء نكتبها عادي ونعاود وش ندير نحددها نديرها تحديد شوفوا لاحظوا هنا وقعدت درت اليمين اليسار اليمين هنا وقعدت نكتب فرانسي شوفوا هنا حتى ندير نحدد ما يعطينيش الاكزاكت الموت تحديد نديرها تحديد يجيني تحديد عادي جدا هذا الامر مهم جدا نديرها من الأول وكي نحب نبدله فرنسيا نديرها نديره هنا يا انا اكسبوزون يعني يجيني من الفوق نضغط عليه لاحظوا كيف يظهر لي نكبر شوى في الكتابة هايتباني لكم اضغط على هذا المؤشر او مازال يقدر يخدم لي نكتب اي حاجة اي حاجة تكتب لي صغيرة اذا انا كتبت اي حاجة اكتب واحد برمية اضغط على الامر احضر للمؤشر اضغط على الامر نكتب 2 يم او تم اضغط على الامر سواء المؤشر 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 في الواقع كما نكتبو كان اللي يكتبو مثلا في الكيميا هنا يحتاجوها بزاف يكتبو اللوحايتهم وشا ندير من ناحيهم الساعة نحيهم بالتنين نكتب العدد ساعي مثلا ان مثلا انتنين ونكتبها بصفة عادية جيني هك بس احكي نكتبها مؤشر اكسبوزان بلوتو انديس جيني الاثنين يهبط للاسفل هنا اللي يحتاجو الاكسبوزان والانديس راهي في الاوامر هذي نرجعو الامر اللي امامو اللي هو لزفيدو تاكست وش معناه مهنا؟ هو الكلمات تعنا يكونوا طريقة التلوين ضل الريفلكسيون انعيكاسات تع الكلام نرجعو البسم الله الرحمن الرحيم وتشوفوها هنا نرجع من الشمار الشريير بسم الله الرحمن الرحيم هاي بسم الله الرحمن الرحيم عنا وشحين نديرو لها نروحو السع نحددوها ونروحو للامر هذا اللي هو لزفيل ونبدو لما نحط فقط الفعرة على اي حرفة هنا تلاحظو كيفية تبدل الشكل ويتكتب طريقة معينة هنا تختاروا اي طريقة تحطوها ولو مثلا ما عجبتكم شهادة لابيرسوي هادا يا اه تحبطوا الاسفل هنا عندكم الالوان وعندكم الشي اللي تحبو تحطوه لون ديروه الامبر هنا ثاني تحقوها تحطوا اي ضل عنا الريفلكسيون هنا ثاني تحطوا مثلا الانعكاس الكلام يكون فوق يكون اسفل هنا يا حتى الاليوميار نفس الشي الضوء اللي فيها هادي هنا نحتاجوها لما نعودو نزينو في الكلام ونلقوها كتر كتر لما ننتقلو البوابة اخرى او تبويب اخر اللي هو اللي فيها الورد ارث ونبعد نعملوها في فيديو واحده نرجعو الاوامر لنا هادية اللي وراها الامر اللي وراها الامر اللي وراها نحددو الجملة اللي رايحين نحطوها في لون معين ويخلقنا مستطيل بلون اللي نحبو نضغطو فقط على السهم ونختارو اللون هاو هنا دارهو لي لون اسفر تلاحظو هنا كل ما نحرك الفقرة ها يتحرك لي تدير لي لون معين لما نختار اللون اللي نحبوه نضغط فقط نضغط فقط نضغط فقط ويروح لي لون من الجملة تاعي نضغط فقط ويروح لي لون من الجملة نرجع الامر اللي وراه اللي هو هنا ستنوني تشوفوه امر اللي وراه هو كولوغدو بوليس هو لون تاع الحرف او الخط هاداك عندي هنا حط مثلا هنا لون احمر هنا تلاحظو الخط فقط اختاروا اللون اللي تحبوه يا امام لابالا دي كولور هادو ما تضغطوا عليه فقط بيصال الفقرة هو يتحدلكم هاداك اللون تاعكم دركب قليئ امرين فقط الامر هادا والامر اللي امامو نكتبو مثلا نحبطو السدر نحيو سولينيومون من ناحي رجعنا هنا ندير وحين نكتبو بالفرنسية نكتبو مثلا بونجور مثلا بونجور ندرك الكلام الكلام هو محطوط في الميني سكول يعني صغير نقلبوه في الماجي سكول وش ندير ديما نحدد الكلام وش نروح نكتب نلقى هنا مستطيل نهبط فيه نلقى ماجي سكول نضغط عليها والكلام تاعي كاملي عندي تاني لولا ماجي سكول عندي تاني لولا ماجي سكول نضغط عليها نضغط عليها نضغط عليها نضغط عليها تاني لولا ماجي سكول نضغط عليها نضغط عليها تاني لولا ماجي سكول تالتة ماجي سكول castle أول حرف من كل كلمة أول حرف من كل كلمة أول حرف من كل كلمة أول حرف من شتراً با وم وم يوجد مجسكول و أول حرف المكتوب أول حرف من رسائل مجسكول لين تسمى مكتوب مكتوب تأتي مكتوب من سجل المكتوب وليس كذلك يقول لنا إن كان المكتوب من المكتوب من السجل كيف يمكننا التطبيق بالفعل نحن كيفية التطبيق كيفية التطبيق وقد اصدقنا كأنها مكتوبة يمكننا التغيير في الحجم هنا عرفنا المجموعة تكون مجموعة يمكننا التغيير في المجموعة نضيف النبه المربع الصغير يضع المعنى المجموعة نضغط على نافذة المربع الصغير يقومون بإضافة أمور أخرى نتمنى انكم فهمتوني ونتمنى اني ما طولتش عليكم ولكن امور عاودتها بزاف سامحوني ونتلقى تعليقاتكم باذني الله على امور اخرى اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته